المورد الخامس النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة الجزء السابع في صفحة 63 قال ابن تغري بردي ما وقع من الحوادث سنة 656 هجري وفيها توفي الخليفة من الممين المستعصم وكان قليل المعرفة بتدبير الملك نازل الهمة مهملا للأمور المهمة محبا لجمع الأموال يقدم على فعل ما يستقبح أهمل أمر هولاكو حتى كان في ذلك هلاكو أقول الاضطراب والنفاق واضح في الكلام أقول أليف إذا كان ابن العلقمي يخفي كل شيء عن الخلافة وكان داهية لا يقف بوجهه أحد وقد فاق مكره كل مكر على طول الزمان وكان كل ما حصل بسبب ابن العلقمي حتى قبل ولادة ابن العلقمي نفسه وحتى يومنا هذا فماذا يفعل الخليفة الطيب السلفي محي السنة وناصر الدين القديس الذي يعتمد على فقهاء تيمية ذات عقول خارقة مثل ابن الجوزي وأن تنازل فإذا كان كل ما حصل بسبب ابن العلقمي فلماذا تلومون الخليفة وإذا كان ما حصل بسبب الخليفة وما ذكرتموه عنه من موبقات وقبائح وسفاهة ومجون ولا مبالات فلماذا إذن تلومون وتفترون على ابن العلقمي فلماذا إذن تلومون ابن العلقمي وتفترون على ابن العلقمي إنه الدجل والنفاق لا غير باء إذا كان الخليفة بتلك السفاهة والغباء والبلادة بحيث لم يلتفت إلى الغزو المغولي الذي وقع على المسلمين منذ عشرات السنين من سقوط بغداد فكيف إذن صار يقظا وواعيا ونبيها ومسددا في مقتى الرجل من أهل بغداد فأصدر أمره المقدس بإباحة الكرخ وأهلها وأرواحها وأعراضها ونسائها وأطفالها وإذا كان ابن العلقمي خارق في المكر والدهاء والتمكن من الخليفة وكان طائفيا فلماذا عجز عن حماية أهل طائفته وأرواحهم وأموالهم وأعراضهم ومقدساتهم وأي جريمة وقعت في بغداد وأي جريمة وقعت في بغداد بفتوى ابن الجوزي التكفير وإمضاء الخليفة واعتراف الذهبي أي جريمة هذه قال الذهبي في تاريخ الإسلام في الجزء الثامنة والأربعين في صفحة ثلاثة وعشرين سنة أربعة وخمسين وستمائة ستمائة واربعة وخمسين هجري فتنة الكرخ وفيها كانت فتنة الكرخ في ذي الحجة قتل أهل الكرخ رجلا من قطفتا فحمله أهله إلى باب النوبي ودخل جماعة إلى الخليفة وعظموا ذلك ونسبوا أهل الكرخ إلى كل فساد فأمر بردعهم فركب الجند إليهم واتبعهم الغوغاء فنهبت الكرخ وأحرقت أدة مواضع وسبوا العلويات وقتلوا أده واشتد الخطب ثم أخمدت الفتنة بعد بلاء كبير وصلب قاتل الأول